وحول أزمة نفط كردستان قال السياسي الكرديري بن سلامة أن من حق الإقليم رفع شكوى قضائية لدى المحاكمة الدولية ضد الحكومة الاتحادية وبيّن سلامة أن الدستور العراقي يسمح لأي فرد أو إقليم أو مؤسسة برفع شكوى في المحاكمة الدولية ضد الحكومة الاتحادية أو أي جهة أخرى لفتان إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بإقليم كردستان بدأت تستجمع قوها لتسجيل دعوة لدى القضاء الدولي على الحكومة العراقية لأنها تضررت من إجراءاتها الأخيرة وأضاف أن رفع الإقليم دعوة دولية على بغداد حق قانوني ودستوري وهذا هو الحل الأنسى في ظل ممارسات الحكومة الاتحادية جهة الكرد